اشتركوا في القناة ورؤية الحكيمة من لدن جلالة ملك البلاد المعظم تقدما تنمويا شاملا في مختلف القطاعات بما فيها القطاع المالي والمصرفي والذي أولته الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كل الاهتمام والدعم من خلال توفير المقومات التي عززت من نهضة القطاع ودعمت قدرات المملكة كمركز لجذب واستقطاب العديد من المصارف والمؤسسات المالية العريقة إقليميا ودوليا وتأتي الخدمات المالية المصرفية ضمن القطاعات الستة التي تركز عليها خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين بهدف تنوع مصادر الدخل حيث تشير لغة الأرقام إلى مساهمة القطاعات غير المفطية بنسبة تصل إلى أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتؤكد المملكة من خلال العمل الدؤوب التزامها في الحفاظ على نظام مالي متين ومستقر يواكب متطلبات العصر ويدعم مسارات التنمية الشاملة وقد طبقت المملكة بشكل فعال أسس الحوكمة وإدارة المخاطر باعتبارها ضرورة في ظل النمو السريع والأهمية المتزايدة للخدمات القائمة على التكنولوجيا المالية كما برهنت المملكة قدرتها على اختنام الفرص وتطوير المزيد من الحلول والأليات المبتكرة لتحدث قفزات نوعية في الجوانب التقنية وتبني أحدث الإمكانات والقدرات في إطار دعم التكنولوجيا بما فيها تلك المرتبطة بالخدمات المالية والاستفادة منها في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية وقد شهد القطاع المصرفي والمالي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين العديد من التطورات أبرزها كان خلال العقود الخمسة الأخيرة حيث شهد القطاع منذ منتصف السبعينات تواجداً لافتاً للعديد من البنوك العالمية والتي اتخذت من البحرين مركزاً لعملياتها في المنطقة تلتها مرحلة انطلاق الصيرفة الإسلامية والتي ساهمت المملكة بدور بارز في إرساء القواعد التنظيمية والرقبية لها كما ساهمت في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي في المملكة منذ وقت مبكر وأعداد الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً ترجمة نانسي قنقر